مقترح الخطة التنموية 2023-2025 بمشاريعها الخدمية المتنوعة لتطوير محافظة شمال الباطنة والتي أوجدت توازنا بين مقومات المحافظة وما يتماشى مع الرؤية المستقبلية وضع ثقله على مناقشات المجلس البلدي في اجتماعه الأول من السنة الأولى للفترة الثالثة برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس تركزت الخطة على أنسنة المدن بالإضافة إلى التطوير الحضري بالإضافة إلى الطرق والخدمات والأسواق التي هي ذات أهمية لتنفيذها في هذه المحافظة هناك العديد من المشاريع سواء في تنمية المحافظات أو المشاريع التنموية سوف تساهم إن شاء الله خلال الأعوام القادمة بتنفيذ عدد المشاريع الحيوية التي تتخدم المواطن والتي يتمنى المواطن أن تكون موجودة في هذه المحافظة كما ناقش الاجتماع إنشاء عبارات صندوقية لواد الصفا قبل دوار لواء واقتراح حلول مناسبة تمنع انقطاع التيار الكهربائي مستقبلا عن بعض الأسر من ذوي الدخل المحدود مراعاة لظروفهم المعيشية إضافة إلى مناقشة بعض الظواهر السلبية ناقشنا مجموعة من القضايا والأثار السلبية التي تحيط في المجتمع من ضمنها أيضا مشكلة أو ظاهر التسول طبعا هي مشكلة موجودة وواقعة في مختلف محافظات السلطنة ومن ضمنها محافظة شمال الباطمة وقفنا على مجموعة من المعطيات ومنها أرقام وحصائيات للمتسورين على مستوى المحافظة وأيضا وضعنا بعض الجوانب الإيجابية حول القضاء أو الحد من هذه المشكلة وناقش المجلس تقصيص قطعة أرض لإنشاء محولات كهربائية فرعية بمنطقة صلان بصحار وموقع لإقامة منطقة صناعية بالسويق واستحداث مخطط في منطقة الهشيم في ولاية صحم بالإضافة إلى مناقشة تمديد أرض مصل العيد بسيح لبرير في ولاية صحار كما اطلع المجلس على الردود الوارد إليه من بعض الجهات الحكومية حول مواضيع عدة منها تخصيص مواقف لسيارات الأجرة على طريق صحار ينقل منصور بن ناصر السعدي ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة شكرا شكرا